مولانا شهر شعبان شهر الاجتهاد لماذا مطلوب من الاجتهاد في شهر شعبان بشكل خاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين وبعد كل سؤال أحداك طيب دكتور عمرو والأمة الإسلامية كلها بخير وجميع السادة المتابعين والمشاهدين في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يبارك لنا في شعبان ويتمه لنا على خير ويبلغنا رمضان ونحن جميعا في أحسن الأحوال في إذن الله الحقيقة زي ما سيدتك تفضلت أن شهر شعبان له خصوصية بين الشهور وهذا المعنى أكد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديثة كثيرة قولا وعملا نحن عندنا السنة قولية وسنة عملية فأما عمليا فكان يصوم معظم شعبان السيدة عائشة رضي الله عنها معظم شعبان؟ معظم شعبان يعني لو شعبان تلاتين يوم يصوم عليه الصلاة والسلام كم يوم مثلا؟ كم يصوم قد إيه؟ لم يرد تحديد أيام بعينه لكن في رواية يقول لك لم تشأ أن تراه صائما إلا رأيته صائما السيدة عائشة بتقول ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصوم في شهر من الشهور ما يصوم في شعبان كان يصوم شعبان كله ده في رواية وفي البخاري كله بس هي هنا كله مش بمعنى بقى كل جميع أو استقصاء في حاجة في اللغة العربية اسمها الكل المجموعي الكل المجموع يعني المعظم زي ربنا ما قال في القرآن عاد يعني 25 يوم مثلا ممكن زي ما ربنا قال عن ريح قوم عاد كده تدمر كل شيء بأمر ربي هل دمرت مساكن عاد؟ أكمل حضرتك الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والمساكن شيء فلما ربنا قال تدمر كل شيء يعني معظم الأشياء فهنا كان يصوم شعبان كله يعني معظمه بدليل أن الصفحة اللي بعدها مباشرة السيدة عائشة برضو نفسها بتقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وده طبعا منطقي لأنه هو قيل في حديث ثاني لا تسبق رمضان بيوم ولا يومين ونهى عن سام يوم الشك إلا أن الشاهد هنا في هذه الأحاديث أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كتير جدا في شعبان وسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الحب بن الحب الموضوع ظلفت نظره فسأل حضرة النبي السؤال اللي سيادتك سألته لي ده لماذا شعبان يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان إيه السبب النبي صلى الله عليه وسلم جاوب بسببين قال ذاك شهر الأول ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان السبب الثاني فيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم يبقى عندنا السبب الأول أنه وقت غفلة الناس مش مقدرة قيمة شعبان مش مدركة أهمية شعبان لأنهما بينشغلوا بشهر رجب وبعدين برمضان رجب شهر الإسراء والمعراج والأمة كلها بتحتفل به وبتتأهب للعبادة فيه وبعدين شهر رمضان موسم الطاعة الأكبر الأعظم موسم الحصاد فطبيعي بقى أن يسقط بين هذا وذاك يسقط شهر شعبان من بؤرة اهتمام الناس فسيدنا النبي بيقول لا اوعوا تغفالوا عن الشهر ده السبب الثاني بقى فيه ترفع الأعمال إلى الله وإحنا عندنا رفع الأعمال ده مش مرة واحدة ده ثلاث رفعات في رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنة نشرح بقى نشرح عندنا حضرتك دكتور عام يعني هناك رأي يقول أن الأعمال بسنا بترفع كل يوم اثنين وخميس في شهر شعبان أحسنتم وهناك من يقول أنها ترفع اثنين وخميس على مدار العام أحسنتم يعني إيه اللي يميز شعبان في رفع الأعمال هقول لحضرتك احنا عندنا الأعمال مش لها رفع واحد دي لها ثلاث رفعات في حديث وهو في صحيحة الإمام البخاري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في ملائكة بتحفظ أعمال العباد وبتحصى علينا أعمالنا وبتكتب كل شيء وبتحصى كل اللي الناس بتعمله ويتعاقبون بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ورديات كده ففي ملائكة بتصعد وملائكة بتهبط امتى الكلام ده بعد صلاة العصر كل يوم فيسألهم ربهم وهو اعلم كيف تركتم عبادي يقولون يا ربي اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يبقى في رفع يومي للأعمال الرفع الأسبوعي لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فطبيعي الصحابة سألوه ليه الاثنين يا رسول الله وليه الخميس فقال عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وبعدين قال عن يوم الخميس ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم يبقى ده الرفع الأسبوعي الرفع السنوي اللي هو في شهر شعبان وطبعا هنا اللفتة المهمة جدا يا دكتور عمر اللي لازم نقف عندها ان لازم كل واحد فينا اقتداءا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يراقب نفسه حين رفع عمله على أي حال تحب أن يرفع عملك إلى الله أنت ترفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى الآن التقرير بيكتب عنك فيكتب التقرير وأنت صائم متشبه بالملائكة متشبه بالملائكة الأعلى كمان شهر شعبان يا دكتور عمر بيتميز بمميزات كتيرة جدا من أهمها أن هو شهر مع الصيام شهر القرآن تخيل حضرتك يعني معروف أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكن كان سلم بن كهيل دا واحد من التابعين بيقول كنا نسمي شهر شعبان شهر القراء وكان إذا أقبل أكب الناس على مصاحفهم يقرؤون كتاب الله